يقول لك هذي هي تسمى الناس اللي هما ما يخدمهم ش التأثير لأنه لما هو يتأثر الحرك يصير فيه تنظيم تقولي الناس تناقش الشعارات قال هذا الشعار لا يليق قال هذا الشعار لا يليق قال هذا الشعار لازم يكون شعار وطني لذلك الناس هذوك تروح لهم هذيك الحرية نتاع المبادرة ويوليوهما لو كانت شما مثلا يخذوا مثلا مواقف قادرين ذوك مثلا الناس اللي هما يكونوا أطروف الحرك قال الناس هذوك ما تسمعوا لهمش هما وش يحوسوا يديروا يحوسوا ما يأطروش الحرك بس يبقوا يأطروفين هما يبقوا هما باش طاغين تذوق مثلا وسائل الإعلام رام كانين ديري الناس هذك قلب الحراك هذك شيخ الحراك هذك شعر الحراك هذك ذا يديروا لهم في ألقاب على جل باش هما عن طريقهم يبقوا هما يأطروف يأطروف الحراك وانت ما عندكش الحق باش تأطر انت تتكلم يقولوك برا ديقاش هك شفت مثلا هذك الأخ هذك وإن كان أنا أختلف معه في طريق أنت تعبيرته والله وسمعت له حتى ذاك النهار ما نعرفوش هكذا ولكن سمعت له ذاك النهار كان واحد من الإخوة موجود في الصفحة نتاعي واحد صحفي هكذا نشر تعليق والله ما يعلم بلي وش من موضوع هكذا ولكن سمعته سمعت هذا الأخ بالذات ذاك تعبس كرة هذك سمعته يدافع الإخوة في المنطقة نتاع القابائل ويحكي على يتحمد ويحكي على معطبل والناس ويحكي على عبان رمضان ويعلي كريم بالقاسم ومنطقة القابائل وجابة أوسود وكذا وكذا لكن بمجرد هو أنه راحل ثماء في اعتقاده هو أنه راح يحميوه بمجرد هو أنه دار تعليق والله أراك شفت كيف هجموا عليه يعني أنت أقول وش حبيت فهمت تقول وش حبيت لكن ما عندكش الحق ناس آخرين بش يعرضوك وهذا هو صوت برك ما بالو كانت لو كان راح تمجموعة ولا كذا وهذه الواج تدخل وكان جرعو الحارك مؤثر ما يقدروش هذا الناس يفرضوا عليك المنطقة نتاعهم هو يفرض عليك أنت الشعارات اللي حبك أنت ترددها وتما عندكش الحق على جلبه ش ترفض بغض النظرة على الاختلاف مع الأخ هذا لكن هذا هو الواقع اللي حبين هما يفرضوه على الناس ولما أنا راني نتحدث أن نتحدث عن العموم ما نش نتحدث أنا قال مثلا على منطقة القبائل ولا نتحدث على هذا الإخوة ولا نتحدث عن العموم بتاع الناس كأن الناس اللي هما الحارك هذا ما يخدمهم مش تأطير هم 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 ه هم يدور المبادرة ونت تبع ولما تعرضهم إنت خائن إنتارك إنت إنتهى الدياراس إنتهى كمبعوث إنتهى كذا مع أنهم اللي كانوا يتعاملون مع الدياراس كانوا نواب في البرنامان يأخذوا وما زالهم إلى تاريخ اليمرام يأخذوا في المنحاء كان الناس اللي رهم ذركهما كانوا يتعاملوا مع الضباط في المخابرات وكذا لكن المخابرات عندهم تهمة يلقيها على الناس اشتركوا في القناة